مساء الخير، رمضان كريم، كيفك؟ كيفك ستنامها؟ تفضلي برداني؟ لا، شفتك أنت برداني، شبتلك؟ الكبوت، مرتين تقولي برداني برداني، واجعني قلب عليك تفضلي ستمنوا مهلا وسهلا فيك، نورتك نحن شكراً لأنه استعجبتي وبسرية تهمة قبلت أن تكون ضيفة ورا الستار يا ابني، نضال كثير غالي على قلبك وكل شيء بخص نضال ما بقدر أنا قرفته رغم أني أنا مريضة وطالعة من الفرس سليم تقلبي إيه والله وأنت بتعرف أنا شو هو مرضي وأنا هلأ بهالمونيسب الحلوي هايدي رح أوجه شكر للدكتور البروفيسير الدكتور أحمد إبراهيم اللي هو أشهر دكتور بالأمراض الكنسر وإن شاء الله يضل طيب وقالله يقوي بلدنا وصير في عمنا أطباء كتير مثله تهل شعبي صح سليم تقلبيك يعني الحمد الله السلف كتير عميق بيّة آآ جدودة بيّة إمّة وبيّة أخوالها جدّة طاليع طاليع الأحمدية العالم العربي بيحكي عنه بتوافق على كل شي بتيكتبون نضال؟ آآ ليه؟ لأنك إمّة ولا؟ لا أنا بوافق لأنه بشوف أنه في معاحة نضال ما بتعتده لأنني أنا برفاقة صحيح أنا مش دائماً أنا وياها بس أنا بتابع خطواتها بس بعض المرات بخاف عليها مهما أكون مؤمني بالنهاية أنا أم أنت بتعرفي أنه مش الكل بيحبها لنضال في ناس بيحبوها في ناس لا بقلب الأم أنت شو بتقولي هيك بانيك وبالها؟ استغفر الله العظيم يا إبني هو ربنا مش راضي عبده عبد بده يرضي عبد بس أنا بصلي له وبدعي له وبصلي لكل إنسان نازح وصادق وأمين بها البلد طي الله يحمي لي ولده لأنه نحنا ممنع تدي والحمد لله كتر خير الله ماذا تحب بأمك بالستمان؟ أحب جمالها وصبرة قدرتها على الصمود والتصدي والتحدي هو بيلبقوا لأمي بس بين النسوين اللي بعرفهم الحمد لله إيمانة تتخيل أمي سايمي رمضان كله عن الدواء؟ ما لازم؟ تحمل الوجع كل نهار بيخدوه بالليل وقال لي يا ماما كيف تقدري؟ بتقلر بيخدوه بالليل متكلي على قلة مش مشبورة تصوم نحنا عفينا من الصومة والصلاة والحج والزكاة بس لمن بتصومي لربك أمي بيصلك أجر أكتر وليس بالخبز واحد ويحيا لإسان يعني بالصلاة وبالإيمان أوقات نتغزك إذا واحد ما بيصلي ما بيثبت سيامه طبعا لازم يصلي فسريلي أنت مين بتحبي من الفنانين الساحة؟ نضل ولا كلمة؟ نضل تطلع فيه ما تطلع فيه؟ شوف يا ابنة، أنا صاح مرأة عصرية نعم رغم إني مرأة أمية بس أنا عندي يعني شوي التعب يعني أنا بفكر بأولادي عندي سبعة الله يخليهم ويخليكم بفكر بأولادي كتير بس الفنانين كله الناجحين أنا بفضل مثلا ملحم بركات السيدة فيروس الصباح هترى بالأصيل العمير من الجيل الجديد مين بتحبه؟ يعني الله ينجحهم كلهم سوا كلهم مليح ماجدة إيه، ست ماجدة فوق كل شيء طبعا والجديد؟ الله ينجحهم ويوصلهم يا ابني ما فينا نعدهم حد لتق طبعا طبعا بدي أعرف مين أخذ منين هون بعدهم وصلهم طبعا هني مبتدئين بس الله يوصلهم ويعطيهم تعابهم يا رب دخلك وكلهم عندهم أنا معزبة بفناني جديدي ويذكروها من بعدي إذا أنا مت الله يطول بهم الله يسلمك الله يحميها ويخليها ما تاخدوها طائفية أبدا أنا عايشي مع المسيحي وأنا معمدة صار الهاني صار الهاني حضرت الله حفلي بالمسرح المدينة بسم الله عليها ساعتين ونص على الهوى ورحدة وقفة ابتدت بوردة خلصت بأسمهان أم كل ثوم حلو يعني هون ندال هونيك ندال هون ندال أحمدي هونيك ندال أشقر بمسرح المدينة من حياة طبعا من حياة هل هناك صفعات في حياة ندال الأحمدي؟ هل هناك كفوف؟ الكف مش بمعنى الكف الضربة ولكن هناك كفوف كثير هو الكف مش ضرب بمعنى الضرب فيه؟ لا ما فيه؟ الله يجيزيون إن شاء الله هاللي عملوا لياها آخر مرة ندال ما بتنضرب كل عمرة ندال بنت زكية مثل بجيلة بيهم الله يرحموا كان تعباني عليهم كثير بمربع ستة منوى مضبوط إنه كان فيه وليد مطر ووليد أبو الحسن ووليد أحمدي واختارت كيف تجوزت ندال أحمدية؟ يا ابني لأقل لك كلمة هايدي أسرار بيوت بس أنا رح سرح لك شوية منها نحنا بالأحداث بالأحداث لبنان نجبرنا إنه نطلع على الخليج واستشهد زوجي وانا عندي سبع أولاد عندك خالدة ندال ناصر طليع ضياء طارق جميلة جميلة أربع بنات وثلاث شباة كانوا كلهم صغار والأحداث هاون بلبنان قايمة مم فنجبرت أنا إني ظلني بالعراق وعننا متعم نحنا صعبي مش مطعم دولوكس خمسة نجوم مطعم شعبي الله يرحمه ما كانش يحبي طوره يقول أنا بدي أرجح على لبنان ما بدي ضلني بالعراق بدي خيه يروح يوقف معي يساعدنا أنا بعدني بعز عمري كنت هديك الايام كتير بنت صغيرة بعدنا الحمدلله جيت قلت له يا ماما شوفي هلأ انتي متقدم لك ثلاث شخصيات مرموقة نرجي دروز طبعا ونحن منعتز فيه شاب الدرزة كيف لك طبعا تجرى ولو نحن مساهرين يعني عنا سهورة شيعة الله يطول بعمرون يقبروني ايه الله يخليون علي وعلي بدي خيك يروح يوقف معك وماما انتي بعدك هون تحت سن الرشد مش معقولي ندركي بيت طويل عريض لحالك يا بتروحي معي يا ما بدك ترضي شخص من هاتلات وكانت قسمتها الدكتور وليد مطر الله يطول عمره وانا بحبه كثير لوليده رغم اللي صار بينه وبين ندال وليد كثير غالي عقلها بيكفي انه بيرون ما في كان ارغام بالموضوع ما في يعني هلا اكيد هي اللي من شايفت امه مثلا متضايقة وعب تبكي وصلت الساعات اني ابكي انا وصلت لحالي انه صار معي اشياء بالعراق انه ما عندي ولا شاب من شبابي معي انه مفروض انه حدا يكون من ولادي ساعتا قال اوكي ندال ادموع امك جبارتك انك تتزوجي تقبلي بالزواج نعم مش دموع بس فيه سر امي ما بتحب تحكيه حسيته انه هلا ما بتريد تحكيه خليه سر فيه اسرار طبعا كرميل اجرى انا قبلت تتزوج على ارادتها وما بطلع من خاطرها ودايما ما بطلع من خاطر امي وهي بتعرف هدا مش حكي لها تليبيزو اي صح اللي بتريده وبعمله ست منوى فيه ست اسئلة رح تكوني انت نضال احمدية يعني المخرج هلا باسم كريستو بياخديك ولكتوب تحت نضال الاحمدية رح اسقلك رحقول نضال مش سيدة منوى جاهزة بس قللي حلوة امي تعقد يعني امك حلوة جير بها الله يقدرنا ونجاوب بموضوع اي انت نضال احمدية جاهزة نضال طبعا اول سؤال نضال بيشو بتشبه بيك بيقوتو وزكاة وصمولو نضال شو اللي بيوزعك ابني وامة نضال عطيني شو فيك من شيام اهل الجبل انا اللي محافظة لانه انا نضال صار يعني انعرض علي مغريات كتيري وكرمال جبلي وتقاليد بلدي واهلي رفضت كل شيء وعيشي هالعيشي نضال احمدية كم مرة غلطت مع امك؟ يعني الولد لابد ما يغلط بس ما 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 حسيته انه غلطت ما غلطت ولا مرة اكيد من سيد المسيح ومريم العدرة بس ما بنا حسابه غلطت لا نضال اعطيني موقف كنتي فيه اخت رجال اوه شو بدك ايام الحرب وحبتي ولادة ابني امي وجوزي مش حدي انا لحالي ورغم صغيري كنت كل عمري اخت الرجال وحاملة مسئولية نضال اعطيني مسأل اعلى بتضلك تقولي بدي اوصل لقلو المعلم كامال جنبلات بحب ضلني كافح وناضل وها تاخد ربع من نضاله ومن صدقه الله يرحمه شكرا لقلك نضال احمدية سيدة منوى الله يخلي شكرا لقلك